مشكلة وازمة وحضرتك مش من ناس اللي بتقول لا ما بيحصلش حضرتك يمكن من اكتر الناس اللي بتشير المشكلة والاعتراب بالمشكلة نصف الحال حضرتك شايف المشكلة بدايتها فين؟ أبدأ من الوزارة الصحة أبدأ من مراحل التعليم اللي بتضغط على الطالب ان الطب ده افضل شيء وبالاخر بيدخل بيلاقي واقع هو مش مستعدي ليه اصلا يعني بيتصدم فيه فكرة طريقة الدراسة فكرة ان عندي بقى طب خاص وطب حكومي وعاز أقولك فيه فرق كبير جدا ما بين الكنين طيب خلينا في البداية نطرح تعريف للمشكلة تعريف للمشكلة ان الظروف المحيطة سواء بطالب الطب او بالخريج صعبة شوي لان مشكلة في الطبيب اللي هو محتاج تدريب وتعليم مستمر مش معنى ان هو تخرج من الكلية ان هو خلاص كده خلص وكويس وزي الفل ومش محتاجة عن العكس احنا عندنا كونسبت التعليم ده موجود لغاية آخر العمر لان احنا عندنا فيه تغيير والتطوير مستمر وتغيير المفاهيم وطريقة العلاج لدرجة ان اسد زيتنا بيقولولنا اللي احنا كنا بندرسه واحنا بندرسه واحنا صغيرين دلوقت بندرسه لكو عكسه يعني فيه تغييرات كبيرة جدا بتحصل ما نقدرش ما نبقاش مواكبين اللي بيحصل فيها في الدنيا كلها فده مهم جدا 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 ان احنا ناخد بالنعمل سواء كان فيه الكليات او ما بعد التخرج والدكتور بيبعيز ثلاث حاجات مهمة جدا تدريبه التعليم الطبي بيئة عمل جهيدة يقدر يشتغل فيها ويقدر يتعلم فيها رقم ثلاثة كمان الدخل لازم الدخله مقبول واللاسف الثلاث حاجات كبار دول بيندرك تحتهم حاجات كتير جدا بتؤثر على وجود سوء العمل في مصر زمان كان الدكاتر المصريين بيتخرجهم تعلموا في كليات الحكومة زي ما حقكم تبتولي من شوية قبل ما يبقى فيه كليات خاصة وكليات اهلية اللي موجود دلوقتي ويتخرجوا وياخدوا تدريب وبعدين ماجستير وبعدين يسافر للحابب يسافر للدول الخريجة عشان يقدر يحسن مستوى الاقتصادي كان ده العام او المستوى العام في القطباء دلوقتي دوني اختلفت خالص أولا الكليات كترت شوية المعظم الكليات الجديدة لسه ما عندهاش مستشفيات للتدريب ودي مشكلة كبيرة جدا الشباب كمان لقوا الدخل العام والتدريب والبيئة والاقتلاقات اللي تحصل في المستشفيات وطريقة الحياة الطبية الصعبة اللي بيعيشها الطبيب المصري مش ملأمهم والحقيقة ان الأجيال الجديدة مختلفة جدا على الأجيال القديمة احنا كنا عندنا قدر من التحمل اكتر منهم شوية كمان اللي اتفتح ليهم كان الايل شوية ايامنا الدول مش العربية بقى الدول الغربية بريطانيا ايطاليا فرنسا المانيا اسبانيا الشروط اللي كانوا حطينها زمان لاستقبال الأطباء اتغيرت وقلت فبقى الاتجاه الوقتي غربا طبعا بالاضافة لامريكا وكندا ممكن فيه لقطة تانية يا دكتور مهمة جدا فكرة تقديره اجتماعية كنت في الاول كلمة الدكتور دي تغني حتى لو انت مش مكافيف بس لا دلاء وقمته يتفتح له اماكن حاليا لا انت بالعكس ده يمكن حاجة كمان فيها هو لما يلاقي ان هو شغال في المستشفى ويتم الاعتلاق عليه ولا يوجد قانون لتغليز العقوبات لاعتلاق على المستشفيات يبقى حاسس بايه هو لما يكون مش قادر يتضرب وتعلم كويس يبقى حاسس بايه لما يكون داخله قليل وبالطر انه يشتغل مرة واتنين يشتغل في مستشفى واتنين وثلاثة علشان يقدر يكفي فلوسه ومصاريفه يبقى حاسس بايه انت حضرتك عارف ان احنا السنة اللي فاتت عندنا مية تلاتة وخمسين طبيب شاب تورفه واسنة العمل ومن كتر الاجهاد لانه يشتغل شفته واتنين وثلاثة في مستشفى واتنين وثلاثة علشان يقدر يحسن داخله ده قدى ان اللي يقدر يسافر سافر وانه فيه عدال كتير جدا من الشباب الأطباء بتسافر في أوروبا ويعني انا اقولك انا كنت في مستشفى في بريطانيا المفروض ان فيه دكتور بقى صهران بالليل بيسلم زميله اللي بيجي الشفت بتاع الصبح انا لقيتهم بيسلموا بعض بالعربي اتنين مصريين معرب مصريين كمان اه يعني فرقت قبل حضرتك شفت العدل الكبير بقى واصل لغاية والمستشفى دي مش مستشفى مثلا في بريفرل او في مناطق بعيدة شوية ده في سنترال لندن في وسنترال لندن فده الولاد عايزين عايزين يحسهم زي ما انت قلت من شوية كده ان هم محترمين بيعملوا دخل كويس بيتعلموا كويس بيتدربوا كويس ده مهم جدا الحاجة التانية والمهمة ان احنا مش بس بتكلم على الدخل اللي هو بفلوس وممكن نقول ان ميزانية الدولة مرهقة بالمشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم كله لكن احنا عندنا حاجات كتير موجودة ممكن ما تحتاجش فلوس يعني احنا محتاجين نعمل اعادة توزيع لميزانية الوزارة الصحة او ميزانية الصحة في مصر محتاجين نعمل قوانين تساعد الاطباء على انهم يحسوا بالحماية زي قانون مسؤولات طبية اللي بقاله 8 سنوات في ادراج مجلس النواب ده موجود في الدنيا كلها انا عايز اقولك انه مش موجود بس في بريطانيا واروبا وامريكا وايطاليا وفرنسا لا ده موجود في السعودية والاردن والكويت واليمن مش ممكن تكون مصر يقل من كده قانون تغليز العقوبات اللي اعتداء على المستشفيات دي حاجات مش بعتاجة فكوس خالص خالص موسيقى